ذكرته المقتضة بذكريات المعتقل القاسية مزدحمة بالكثير من الأوجاع التربوي عبد الحميد جعفر الذي يعد واحدا من أشهر المخفيين قصرا في تعز يروي تفاصيل قصته عن ساعات الاختطاف الأولى وأيام التعذيب خلال فصول السنوات الثلاث والنصف في معتقلات الميليشيات الإنقلابية شفت كذا لخلفي أشوف قد وصل المستقر حق المزارة رحته سلمتوا عليه قد طول نطلع نشو المزارة الآن ولي نصلي قال لا نروح خرجتوا مشيتوا كذا خطوة نقدم الباب حقيع من المسدس للرأس قال لي يسلم نفسك تم طلوب الصالح قل طولك أنتش يأخذني من مفرق ماوية من أي مكان المعاتجي لا هنا تفقع الأطفال الثاني قال لي من الجهة الثاني الثانين مسلحين مع أوليدك مع مسدس رميني كسرني من هنا والثاني ضربني برأسي في العقد الخامس من العمر أعتقل جعفر من أمام منزله حيث كان يعمل معلما في الحقل التربوي بمنطقة الجاند شمال شرقي مدينة تعز اقتادته عناصر ميليشياوية بعد أن أصابته بطلق ناري ما ألحق به أضرار في ساقه اليسرى ولم تتوقف الحادثة عند هذا الحد بل ذهبت أبعد من ذلك كما يقول منتصف ديسمبر المنصرم أفرجت الميليشيات عن عبد الحميد جعفر في صفقة تبادل أسراف عاد لأسرته لكن بإصابة يبدو معها شبه مشلول حمزة أمين قناة بلقيس تعز